كما نعلم أن إعلان بدء التعبئة الثانية أثارت تخوفات دولتي المصب وكان محط أنظار العالم مع ذلك انتهت التعبئة بنجاح من غير أن تعطش أحد ودون الوقت المحدد بسبب هطول الأمطار بغزارة وهذا الشيء يثبت فعلا أن سد النهضة هو مشروع تنموي برأيك هل يمكن أن تسبب أي تعبئة لسد النهضة بأي ضرر لدول المصب؟ نعم طبعا في البداية السيوبية طلبت من دول المصب يعني في خلال المفاوضات طلبت منهم أن يكون الملء الخزان السد في خلال أربع سنوات فقط أو ثلاثة سنوات لأنها تعلم مقدار الفيضانات ومقدار الأمطار التي تغطل يعني والفيضانات التي تحدث وكما رأيني عدة مرات السودان يعني تضرر من تلك الفيضانات فأسيوبيا طلبت أن يملأ الخزان في خلال سنوات أو أربع سنوات ودول المصب رفضوا وطلبوا من أسيوبيا أن يكون الملء في خلال سبع سنوات وهناك جدول يعني متفقين عليه اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة وافقوا أو وضعوا جدول للملء وهو الملء الأول والثاني أن يكون في مرحلتين المرحلة الأولى والسنة الأولى يعني تملأ السيوبيا حوالي خمسة مليار يعني أربعة فاصلة تزعة مليار متر مكعب والملء الثاني أن يكون حوالي تلتاشر مليار متر مكعب والمرحلتين هي تعتبر التعبئة الأولى وهذه التعبئة الأولى هي تعبئة لتجربة السد وبالتالي مصر والسودان يعلمان تماما بأن التعبئة لا تضر بهم وهم متفقين على الجدول كما قلت لك سابقا يعني الجدول التي وضعته اللجنة الفنية من الثلاثة دول يعني السيوبيا والسودان ومصر الثلاثة دول شاركوا في وضع هذا الجدول وتم الاتفاق به قبل بدء التعبئة نعم ولكنهم يجبرون السيوبيا أن توقف التشييد حتى نعلم أن السد هو سد مائي سد كهرومائي وبالتالي لا بد من السيوبيا أن عندما تشييد وعندما يرتفع السد بالتالي هناك كمية من المياه تحجز خلف السد هم يريدون من السيوبيا أن توقف الملء والتشييد السيوبيا أوقف الملء والتشييد هذا يعني أن خسارة لأسيوبيا أكثر من مليار بليون دولار إذا أوقفت فقط لسنة واحدة وهما يريدون السيوبيا أن توقف التشييد وبالتالي تبدأ بعد الموافقة أو كما يقولون بعد الاتفاق الملزم وهما هو محتوى الاتفاق الملزم لا نعلم يعني نعلم ما يريدونهم ولكن السيوبيا لا توافع على ذلك الاتفاق الملزم فرأينا في البداية الملء الأول ارتفعت أصوات المصريين ارتفعت الأصوات وكذلك السودانيين ارتفع في الإعلام وضجة فعلوا ضجة كبيرة كما سمعنا وأنهم سوف يعني السيوبيا تريدون تعطش مصر ويعني الملء سوف يؤثر وكذا وكذا سمعنا كلام كثير لكن للأسف يعني بالنسبة لكلامهم كانوا كاذبين وظهروا أمام شعبهم بأنهم كاذبين وأمام العالم ليس بغط شعبهم أمام العالم أيضا بأنه كانوا يدعون بالعطش ولكن لم يعطشوا بل السودان تعرض للفيضانات السنة السابقة ففيضانات كانت مؤلمة وكذلك في الملء الثاني أيضا سمعنا أنه وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق تقول أنه 20 مليون وكذلك 20 مليون من السودانيين سوف يتعثرون بالملء الثاني سمعنا أنهم يقولون ذلك وكذلك البروفيسور ياسر عباس وزير الرأي السوداني كانوا يتكلمون عن أن أسيوبيا ستتأثر على 20 مليون من سكانهم وسدودهم سوف تتأثر وسوف يعطش وكذا ولكن لحسن الحظ لأسيوبيا أنه لم يحدث ذلك أسيوبيا ملعاة الملء الأول والثاني ولم يكن هناك أي ضرر ولا للسودان أو مصر هم يعلمون تماما أنه لا يوجد ضرر ولكن أيضا التعبئة رأينا أن التعبئة لم تؤثر على مصر والسودان بل كان هناك فيضانات في السودان تأثر الشعب السوداني كثير الشعب السوداني الشغيق نأسف لذلك ونأسف للفيضانات التي حدثت في السنة السابقة وهذه السنة نأسف لتلك الضحايا للضحايا وفقدانهم لبيوتهم وكذلك ولكن ثبت أن سد النهضة لا يؤثر على السودان ومصر بالتأكيد دكتورة مكة ما نوع الاتفاقية الإلزامية التي يريدونها دولتي المصب وما أثارها على أثيوبيا إذا وقعت بها أثيوبيا الاتفاقية الملزمة التي يطلبون مصر والسودان من أثيوبيا أن توقعها هي أن تعترف لهم بحصصهم المائية أو أن تسترجع الاتفاقيات المستعمارية التفاقيات المستعمارية التي كانت عام 1929 وكذلك التفاقيات التي كانت بين مصر والسودان عام 1959 هم يريدون من أثيوبيا أن تمنع أو أن توقع لهم بحصتها الصفر أن توافق على أن لا تستخدم مياه النيل حاليا أو كذلك الأجال القادمة أيضا سوف يتأثر بتلك الاتفاقية إذا أثيوبيا وقعت على تلك الاتفاقية الأجال القادمة سوف تتأثر كثيرا لأن هناك توقعات بابتداء من عام 2025 هناك تغيرات في البيئة وكذلك هناك الشح للمياه وبالتالي في الأعوام القادمة هناك زيادة سكانية كما نعرف يعني شعب الأسيوبي حوالي 100 مليون أو أكثر من 110 مليون وكذلك سيتضاعف هذا الرغم ومصر أيضا وجميع دول حوضة النيل سيتضاعف عدد السكان كلما تضاعف عدد السكان هناك رغبة في الاستخدام لمياه النيل أكيد سيكون هناك رغبة في استخدام مياه النيل من كل دول حوضة النيل وكذلك سمية المحاصيل الزراعية نعم وبالتالي مصر والسودان يريدون أن يربطوا استخدام المياه النيل بمفاوضات سرد النهضة وأسيوبي ترفض ربط استخدام المياه النيل بمفاوضات سرد النهضة لأنه إذا كان هناك أسيوبي عليها أن توقع فبالتالي كل دول حوضة النيل عليهم أن يشتركوا في تلك المفاوضات لأن مياه النيل تأتي هناك 11 دولة تشترك في حوضة النيل وبالتالي دائماً السيوبي تدعي أو تدعو تلك الدول أن يشاركوا في المحاصصة في مياه النيل وهناك طبعاً منصة لمحاصصة مياه النيل أو يتفغيط مياه النيل وهي يتفغيط عن تبي وبالتالي تلك هي المنصة الصحيحة للتفاوض حول مياه النيل ولكن مفاوضات صد النهضة لم يكن منصة صحيحة أو منصة لم يكن المفاوضات مفاوضات صد النهضة هي تختلف عن مفاوضات مياه النيل هذا رأي أسيوبيا ولكن دائماً موقف أسيوبيا خلال مفاوضات صد النهضة أينما كانت في الاتحاد الأفريقي تستند على القانون الدولي وأيضاً آخر اتفاقية تم توقيع عليها وهي اتفاقية إعلان المبادئ لذلك أسيوبيا عندما تتخذ أي خطوة أو أي قرار تبعاً للقانون الدولي وليس لأنها أرادت وهذا عكس ما نراه من دول المصب في سعيها لفرض الأمر الواقع لأثيوبيا أثبت خبراء من الجانب المصري والسوداني بأن سد النهضة يعود بالفوائد ولا يسبب أضرار ومن أبرز الفوائد التي تعود هي على السودان حيث توقف الفيضانات وتعدد الدورات الزراعية تكسورة مكة في ظل هذه الفوائد برأيك ما هي حقيقة تخوفات من التعبئة من سد النهضة تخوفات دول المصب تخوفات دول المصب تأتي من استخدام أثيوبيا لمياه النيل أثيوبيا إلى الآن لم تستخدم مياه النيل كثيراً نعرف أنه ليس هناك مشاريع زراعية بالريل لأنه سد كهرومائي نعم حتى مياه النيل عامة لم تستخدم أثيوبيا إلى الآن هناك سدود صغيرة في منابع النيل غير ذلك أثيوبيا التي استخدم مياه النيل فمحاوفهم يأتي من التنمية التي سوف تحدث بعد بناء هذا السد في أثيوبيا يعني إذا كان هناك توليد الكهرباء وبالتالي سيكون في صناعة ويكون الشعب الأثيوبي سيستخدم مياه النيل للريل وبالتالي سيتطور اقتصادياً ويكون التطور فتغل هيمنة مصر بالذات هيمنة مياه النيل ويكون مصر لا ترى دول حوض النيل بالتعالي وكأنها هي المهيمنة وهي الآمر والناهي في مياه النيل فمصر هذا هو تخوفها لأن أثيوبيا تطلب بالاستخدام العادل لجميع دول حوض النيل ومصر تريد الهيمنة هذا هو الخلافة الأساسي بين مصر وأثيوبيا أثيوبيا دائماً هي الشعلة لدول أفريقيا دائماً حتى في الاستعمار أثيوبيا لم تكن مستعمرة وبالتالي هي مصدر قوة لأفريقيا وهي الشعلة ومنارة أفريقيا كما نعلم وهي ساعد كثير من الدول الأفريقية في أنهم يستقلوا من دول الاستعمار أولهم نلسون مانريلا ساعده كثيراً جنوب أفريقيا وبالتالي نعلم أن كثير من الدول الأفريقية يستخدم الألوان السلاسة الأسيوبية الأخضر والأصفر والأحمر في أعلامهم هناك 13 دول الأفريقية لما أعتقد يستخدمون هذه الألوان مثل السينيغال وقانا على ما أعتقد وكثير من الدول الغرب الأفريقية يستخدمون هذه الألوان وبالتالي مصدر قوة للأفريقيا كونها أيضاً مقر الاتحاد الأفريقي نعم وتحتضن العديد من الدول الأفريقية نعم من قبل السبب اللي خلى أسيوبية أو أدس أبو تكون مقراً للدول للاتحاد الأفريقي لأن هيلس الأسي هو إمبراطور هيلس الأسي هو المؤسس للوحدة الأفريقية هو المؤسس وبالتالي وهو اللي ساعد الدول الأفريقية كثير من الدول الأفريقية ضد الاستعمار وكذلك السيوبيا لم تكن مستمرة وضحرت القوات الاستعمارية كما نعلم يعني الإيطاليين في عدوى وبالتالي هي شعلة وأيضا الآن السيوبيا تريد أن تكون نواء للتحرر من هيمنة مصر للتحرر جميع دول حوض النين من هيمنة مصر وهي تكون نواء وفعلا هي التي بدأت وجمعت دول حوض النيل أن يكون هناك منصة يعني يتفاوضون في الاستخدام العادل لمياه النيل طبعا هناك وسيقة الأمم المتحدة التي وقعت عام 1996 تقريبا في استخدامات المياه العبرة للحدود في هذه الوسيقة الوسيقة تنص على ماذا؟ تنص على الاستخدام العادل والمنصف للمياه العابرة للحدود ولم تقر الاتفاقيات الاستعمارية بالذات في المياه حتى الاتحاد الأفريقي أقر بالحدود التي وضعها الاستعمار ولم يقر باستخدام المياه أو بالاتفاقيات في الاستعمارية التي كانت حول مياه العابرة للحدود الآن ننتقل إلى موضوعنا الآخر وهو حول الضغوطات الخارجية المستمرة من دول المصب على أثيوبيا طبعا الفاعل الرئيسي وراء الضغوط الخارجية غير المبررة التي مورست على أثيوبيا من مختلف الجهات هي مصر التي تحاول الحفاظ على هيمنتها على النيل الأزرق باستخدام دبلوماسيتها القوية لكن أثيوبيا معها الحق هل يمكن أن تروج أثيوبيا للحقيقة من خلال الدبلوماسية؟ دكتورة مكة كيف تقويمين الدبلوماسية الأثيوبية؟ نعم الدبلوماسية الأثيوبية بالذات في موضوع سد النهضة كانت قوية جدا وقوة الدبلوماسية الأثيوبية تأتي من مشاركة الشعب الأثيوبي يعني الشعب الأثيوبي في سد النهضة كما نعلم جميع الشعب الأثيوبي فقير وقيني وكل أطياف الشعب الأثيوبي اشتركوا في بناء هذا السد وبالتالي التمويل كان داخلي فليس لدينا أي ضغوط يعني أثيوبي ليس لديها أي ضغوط خارجية لم يدعمنا البنك الدولي ولم تدعمنا الدول الخارجية وبالتالي أثيوبيا تعطي قوتها من هذه الناحية وثانيا قوة أثيوبيا أيضا تأتي من حقها المشروع دوليا القوانين الدولية في المياه العابرة أو المواسقة الدولية في المياه العابرة للحدود تدعم موقف أثيوبيا وثالثا إتفاقية المبادئ أيضا تدعم موقف أثيوبيا فبالتالي ديبلوماسيا الأثيوبيا كانت قوية جدا جدا كما نعلم من قبل مصر ذهبت إلى أمريكا إلى واشنطن أثيوبيا قبلت بالوساطة الأمريكية ولكن للأسف أمريكا كانت منحازة تماما يعني منحازة مع مصر ويعني حتى سمعنا دونالد ترامب يقول أنه من حق مصر أنه يعني تفجر السد يعني سمعنا كلام يعني أغضب الشعب الأثيوبي وكذلك البنك الدولي أيضا كان داعم لموقف مصر فكل الدول الغربية دعمت موقف مصر نسبة للعلاقات الخارجية المصرية يعني مع تلك الدول لأنه يعني مصر يعني تعتبر المنفذ غناة السويس وكل الدول تستخدم غناة السويس وبالتالي عليهم وكذلك علاقة الشرط الأفسط مع إسرائيل مصر هي التي يعني لديها علاقة وطيدة مع إسرائيل والدول العربية وبالتالي هم يدعمون مصر من هذه الناحية ويدغطون على أثيوبيا صحيح لكن أثيوبيا لديها الحق فبرأيك كيف تستطيع أن تروج للحقيقة من خلال استخدام الدبلوماسية؟ نعم أثيوبيا استخدمت الدبلوماسية الشعبية يعني شعب الأثيوبي أيضا شارك وكذلك الدبلوماسية الأثيوبية كانت قوية جدا ويعني نعلم أنه الشعب الأثيوبي أو الحكومة الأثيوبية وكذلك الشعب الأثيوبي يعني عملوا جنبا إلى جنب للترويج حقية أو حقوق أثيوبيا في مياه النيل ويعني كثير من الدول أصبحوا الآن في البداية كانوا مع مصر ولكن الآن أصبح جميع أقلب الدول يعني أقرت بحقية أثيوبيا في مياه النيل في استخدام مياه النيل الدليل على ذلك أنه مصر والسودان ذهبوا إلى مجلس الأمن مرتين وفي المرتين نعم في المرتين الدبلوماسية الأثيوبية هي التي كانت هي التي فازت وتم رفض الطلب وتم رجاع الملف إلى الاتحاد الأفريقي دائما أثيوبيا تؤمن بالحلول يعني بالمشاكل الأفريقية بالحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية صحيح ودائما تدعم الأفارقة وتدعم أن المشاكل الأفريقية تتحل لأن المشاكل الأفريقية لا يمكنها أن تحل يحلها للقرب لأن الأفارقة هم الذين لديهم أو يعرفون ما يحدث داخل أفريقيا والنيل هو أفريقي طبعا موجود في أفريقيا وبالتالي لا يصلح عن تحيل مشاكل الدول الغربية في المرتين كما نعلم مجلس الأمن عادة الملف الاتحاد الأفريقي وهذا ما كانت تدعو له أثيوبيا دائما صحيح وبالتأكيد يجب أن يكون هناك مسعى قوي من أثيوبيا لتسويق الحقيقة والاطلاع بدبلوماسية مهنية كما نعلم دكتورة مكة قبل فترة قدمت تونس لمجلس الأمن قرار تدعو فيه أثيوبيا لوقف سد النهضة كيف تسترين هذا التصرف؟ ساندوا مصر والسودان ضد أثيوبيا فمن ذلك المنطلق تونس قدمت الوسيقى للأمم المتحدة لكي تقف بجانب جامعة الدول العربية؟ نعم وأخذت الوسيقى وقدمت الوسيقى من جامعة الدول العربية تونس قدمت الوسيقى للأمم المتحدة أو المجلس الأمن تطالب به أثيوبيا وقف المل الثاني وكان الأمر مضحك جداً لا يوجد أي قانون دولي يمنع أثيوبيا من المل الثاني أصلاً هم يستندوا على إتفاقية عام 2015 إتفاقية إعلان المبادئ هناك بنت يقول أن أثيوبيا تشيد السد جنباً إلىها جنباً للمفاوضات إذا أثيوبيا عليها أن تشيد السد فبالتالي عندما أثيوبيا تشيد السد لا بد أن تملأ وتجرب والتعبية الأولى أصلاً متفق عليها في إتفاقية إعلان المبادئ فليس هناك أي قانون يمنع أثيوبيا من المل أو التشغيل لذلك جميع أعضاء مجلس الأمن حينها لم يوافقوا على طلب تونس وكلهم أرجعوا للملف إلى الاتحاد الأفريقي وأن طلبوا من الدول السلاسة أن يتفاوضوا تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وأن يعملوا باتفاقية إعلان المبادئ هذا هو ما طلبه مجلس الأمن من الدول السلاسة